اشتركوا في القناة وطبعا بالامس كلنا بنتابع ومازلنا زيارة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا والعديد من المباحثات اللي تمت ما بين سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس الفرنسي وتناول طبعا العديد من الموضوعات وأوجه التعاون في مختلف المجالات وحقيقة وده اللي بيهمنا بشكل كبير جدا تعاون مصر في كافة المجالات مع الدول الأوروبية وزيادة الاستثمارات ده بنهتم بيه في كل مجالاتنا سواء كان في التعليم في الصحة في السياحة لأن ده كله في النهاية بيصب في نتيجة واحدة أو هدف واحد هو بالفعل زيادة وارتفاع الاقتصاد المصري في شتى المجالات بإذن الله وإن شاء الله كل هذه الزيارات تؤتي بإثمار الإيجابية الخاصة بيها على المجتمع المصري الحقيقة النهاردة كمان بنتابع مع حضراتكم اليوم التاني على التوالي في الجولة أو في الإعادة الخاصة بالجولة التانية لانتخابات مجلس النواب ونهاردة بينتهي الماراتون الأخير لعضوية مجلس النواب إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل المرشحين وطبعا فيه انتظار النتيجة إنهائية لبدء وعقد دورة برلمانية جديدة بإذن الله إن شاء الله يكون لها التأثير الإيجابي في شتى المجالات حقيقة نهاردة كمان بنشيد بكل الجهود اللي بتتم من قبر وزارة الصحة في الإجراءات الاحترازية الخاصة بمقاومة فيروس كورونا حقيقة في الموضوع ده خلينا نقول إننا لابد إننا نتبع الإجراءات الاحترازية وخصوصا في الفترة دي فترة مهمة جدا وبتعد من المراحل أو الفترات الحارجة اللي لابد من الالتفات إليها بأهمية الحفاظ على صحة المواطن المصري لأن يعني دايما إحنا شايفين للأسف الأعداد رغم إنها بتعد من الأعداد القليلة لكن فيه تزايد علشان كده بالفعل بننبه ودايما بنقول ياريت كلنا نتبع الإجراءات الاحترازية نحافظ على التباعد الاجتماعي لأن في النهاية مفيش أهم عندنا من صحة المواطن المصري هو ده الأساس الخاص بيئة تنمية شتى المجالات بإذن الله كمان الحقيقة كل الأحداث دي اللي يعني موجودة في العالم لم توقف كل الأنشطة اللي موجودة لم توقف افتتاح المشروعات في مختلف القطاعات لم توقف بالفعل متابعة وتقييم الأداء ونشوف أيضا الحقيقة الجهود اللي بيتم بزلها من قبل الحكومة وسيد رئيس مجلس الوزراء في المتابعة الخاصة بالمشروعات في مختلف المحافظات كمان على المستوى الفني والثقافي كان فيه حدث مهم جدا تابعنا أيضا هو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اللي كان فيه حرص على إقامته رغم كل الظروف رغم كل التحديات اللي بتواجه العالم لكن الحمد لله قدرنا أن احنا نقيم هذا المهرجان وكانت افتتاحية جميلة جدا أشاد بها عدد كبير من المهتمين بالمهرجانات على مستوى العالم وده بيؤكد أن بالرغم من كل التحديات احنا قدرين قدرين في ظل الإجراءات الاحترازية وفي ظل الحفاظ أيضا على صحة المواطن المصري أن احنا نستمر في حياتنا ونقيم كل الأنشطة الفنية والثقافية الخاصة بينا نهاردة من خلال مصر جميلة هنلقي الضوء على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وأهم الفعاليات الخاصة به وتأثير كمان إقامة هذا المهرجان في ظل كورونا فيروس اللي بيكتاح العالم ورسائل الخاصة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وده هيكون من خلال لقاءنا مع الأستاذ محمد بدر الدين عبد الرقوف النقد الفني للحديث عن هذا المهرجان وزي ما بنقول الصحة الصحة لها مقاومات أساسية لابد أن احنا نعتني بها بشكل كبير جدا ومنها طبعا الرياضة ممارسة الرياضة من الأشياء اللي بتحافظ على صحة الإنسان في الأوقات العادية في يعني زي ما بنقول العقل السليم في الجسم السليم فلابد أن احنا نهتم بهذا النشاط والحقيقة العديد من المبادرات اللي بتتم من أجل الحفاظ على صحة المواطن وفي نفس الوقت بتؤكد على أهمية ممارسة الرياضة هنشوف دور الرياضة هل ليها دور في مقاومة فيروس كورونا هل بالفعل ممارسة الرياضة ممكن أنها تؤدي إلى زيادة المناعة بالنسبة للإنسان وبالتالي ده يكون مقاوم للإصابة بكورونا فيروس النهاردة كمان هنتكلم عن هذا الموضوع وهيكون ضيفنا فيه دكتور حمدي نور الدين عميد كليات التربية الرياضية بجامعة ألف يوم للحديث حول هذا الموضوع بتمنى أن كل فقاراتنا تنرد مشاهدين في كل مكان ناخد فاصل بعد الفاصل نرجع على طول عشان نبدأ أولى حواراتنا مصر جميلة انا ابني المنوفية وصعيدي يا سيدي وسيدي كان فلاح واصل فلاح وحي على الفلاح وابو زرع طيب يقول حي للإصلاح وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني يموصيني أبوي بكل فلاح وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة وقال لي مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة اشتركوا في القناة